أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم إن شاء الله مع بعض اللقاء ده هنتكلم عن تفسير رؤى جديدة من الرؤى في المنام وهي إن أي حد يشوف رؤية في المنام للتكيف أو المكيف أو زي ما بيقولوا بالإنجليز عليه يعني منظم الهواء وإن شاء الله سبحانه وتعالى معنا النهاردة أول تفسير للرؤى وهو إن الرأي يشوف نفسه في رؤية في المنام إنه بيشتري تكيف وأكيد حيكون بيشتري تكيف جديد فالرؤية دي بشارة ليه بتحسن أموره الحالية في الأيام اللي جاية وهتكون زي ما هو بيحب أو زي ما هو حابب هي تكون وكمان بشرة ليه بتحسن أموره المادية أو المالية في الأيام اللي جاية لإن التكيفات أسعارها غالية جدا وكمان بتحتاج كهرباء كتير وبالتالي فواتير الكهرباء هتحتاج فلوس كتير فوق طاقته الحالية فنأكد ونقول إن في أموال كتير جاية للرأي في الطريق أو أموال مش كتير جاية له بس هتكون سبتة كل شهر تجيله عشان فطورة الكهرباء كل شهر والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله دائما منامكم طيب إن المرأة الحامل شافت رؤية في المنام إنها بتشغل التكيف وجابته مثلا على درجة معينة والدرجة دي شافتها في الرؤية ونقول مثلا إن هي رقم 20 وكانت المرأة الحامل في المنام مستجمة ومستمتعة بالتكيف على الدرجة دي يبقى نقول لها إن شاء الله سبحانه وتعالى إن معاد الولادة قرب واحتمال يبقى يوم عشرين في الشهر الحالي أو على حسب موعيد ولدتك هيممكن يبقى معاد الولادة برضو يوم عشرين في أي شهر يعني كان فضلك شهرين ثلاثة يعني بعد ثلاث شهور يوم عشرين في آخر شهر للك ممكن يكون ده هو يوم ولدتك اللي هي كانت درجة الحرارة التكيف اللي انت استجميتي فيها واستمتعتي بالهواء فيها طيب اللي يشوف التكيف في رؤية في المنام وكان أي حد وشاف الوحدة الخارجية بتاعت التكيف بس ما سمعش صوتها وده أهم حاجة وشاف الوحدة الداخلية كمان اللي هي بتبعت ليه الهواء المكيف اللي على مزاجه نقول له دي بشارة ليك إن شاء الله إنك هتوصل للي انت عايزه وتستقر أمورك وتغير حالك إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى حال أحسن بس بعد شوية تعب ومجهود عشان مش هتبقى على الجاهز لأن التكيف ما بيشتغلش إلا بالمطور يشغله والله سبحانه وتعالى قدرة وأعلم طيب برضو كل ما زادت قوة الحسن بتاعت التكيف في المطور في الرؤية في المنام يبقى نقول إن في الحقيقة زيادة في الاستمتاع والراحة وهدوء البال وزيادة الأموال اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى هيبعتها للرأي والله سبحانه وتعالى قدرة وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب إن حد شاف رؤية في المنام إنه قاعد في تكيف مركزي فنقوله إن دي دلالة على راحة بال واستمتاع للأسرة كلها مش ليك إنت بس وإن المال اللي جاي في الطريق حيعم على الكل مش هيعم عليك إنت بس وده معناه إن الأموال اللي جاية دي ممكن تكون جاية من مراس في الغالب والله سبحانه وتعالى قدرة وأعلم أسعد الله منامكم وكده نكون انتهينا من اللقاء النهاردة ووصلنا لآخر اللقاء وقبل ما ننهي اللقاء أحب أقول لكم أسعد الله منامكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته